اشتركوا في القناة من السبب الحقيقي ما تم كشفه لهلأ مع احتمالية انه تكون الغيرة هي اللي اشعلت الخلاف بينهم قبل ايام من موعد الزفاف وجماهيرية مروان الكبيرة وحب النساء له لأعماله اضافة لشهرته الواسعة يلي بتشغله عن حياته الشخصية نشر الممثل السوري تايم حسن صورة جديدة عبر صفحته الخاصة بموعد التواصل الاجتماعي ظهر فيها مع زوجته الاعلامية المصرية وفاء الكلانة وبيّنه بحالة من السعادة واكتفى تايم بالتعليق على الصورة بإم وجي قلب عبر فيه عن حبه لأله اكد الفنان اللبناني فارس كرم بتصريح خاص لموقع الفن انه جولته الامريكية كانت ممتازة بعد ما احيى حفلات بديترويت وهيوستن ونيو جيرزي وبعد عنده حفلات بلاس فيجاس أورلاندو أريزونا وكيفلاند واشار فارس كرم الى انه محبة الناس كنس حقيقية وبيعتز كتير بالاستقبال الشعب الحاشد يلي رافقوا بجميع الجولات يلي قام فيها وأكد انه هالأمر مسئولية بتعنيله كتير لهاكي بيشتغل بكل شفافية على تطوير فنه بعيدا عن كل ما هو تقليدي انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيوسق لحظة سقوط شاب سعودي خلال الحفل الغنائي يلي أحيال فنان المصري محمد حمائي بجدة وبالتفاصيل حاول الشاب السعود على المسرح بهدف انه يلطقت سالفي مع حمائي ولكنه تفركش وقع عن المسرح وتجمع حوله رجال الأمن أو دغري اتدخل حمائي بمبادرة حلوة وحكي مع رجال الأمن اللي يتركوه ليعود ويطلع على المسرح يلطقت الصورة معه أعلنت بلو أوريجين أنه الممثل الأمريكي ببيت ديفيدسون حبيب نجم التلفزيون الواقع كيم كارداشين رح يخود رحلة للفضة ضم فريقي بيتألف من 6 أشخاص على متن رحلة لهالشركة أسبوع المقبل ورح يكون بيت الشخص الوحيد يلي ما رح يدفع تكلفة هالرحلة كان معكم بموجز الفن محمد بزي لمعرفت كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب لا يوصلكم كل جديد